في ظل الحرب المستمرة في الأراضي المقدسة وغزة تواجه مدينة القدس تحديات كبيرة بسبب انخفاض أعداد الحجاج تزامناً مع الحزن الذي يميزه الزمن الليتورجي لأسبوع الألام المقدس الذي تحييه الكنائس حسب التقويم الغربي لمدينة القدس وقد أعرب سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين عن قلقه البالغ من الخوف السائدي بسبب الحرب على غزة والأرض المقدسة والصور المؤلمة التي تعرض عبر وسائل الإعلام المختلفة وهما يؤدي برأيه إلى تردد كثير من السياح لزيارة المنطقة وأوضح الشوملي أن التراجع الملحوظة في أعداد الحجاج هذا العام يرجع أيضاً إلى تحذير بعض الدول مواطنيها من السفر إلى فلسطين مبيناً أن الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس والناصرة تعاني ألماً عميقاً بسبب غياب الزوار الذين يشكلون جزءاً حيوياً من هويتها معرباً عن أمله بانتهاء النزاعات كي تستعيد الأماكن المقدسة نشاطها من جديد